السلام عليكم معنا خبر عاجل جدا في الوقت الحالي تعالوا نعرف تفاصيل هذا الخبر الهام جدا عرض اليوتيوبر الإعلامي محمد أنديل تسريبات للإعلام الإخواني الهارب عبدالله الشريف بالصوت والصورة حول علاقة ما بين عبدالله الشريف وبنت عندها 20 سنة لسه عييرة صغيرة وفي التسريبات دي بيحاول عبدالله الشريف إنه يستقطب البنت أو يحاول تغريرها يعني إيه تغريرها يعني يستقطبها لعلاقة محرمة بينه وبينها ده طبعا عبدالله الشريف وطبعا في التسريبات دي في عبارات مخجلة جدا من عبدالله الشريف تضمنت عبارات إباحية للأسف كما تضمنت التسريبات مقاطع مصورة وسورا حية بالصوت والصورة لا يمكن إنقارها وطبعا تسجيلات صوتية تباها عبدالله الشريف بعدد المتابعين للفتاة عشان يعني يطمنها ويحسسها إنه برينس ومفيش منه اتنينه بيحاول يستدرجها وطبعا التسريبات دي يعني بتبين الوجه الحقيقي لعبدالله الشريف اللي للأسف ناس كتير جدا بتتبعوا وأي حاجة يقولها يقولوله أمين الناس اللي بتتبعوا طبعا وفي الوقت الحالي تعقيبا على الخبر ده الخبر ده نشرته بوابة الأهرام الإلكترونية يعني المصادر موصوقة يعني معظم حضراتكم عارفين إن محمد أنديل ده صديقي وفعلا الأستاذ محمد أنديل صور الشاشة بطريقة يعني ريكورد سكرين يعني إيه ريكورد سكرين؟ يعني دخل على الابليكيشن بتاع الواتساب اللي ما ينفعش زي ما عبدالله الشريف طلع وقال ما ينفعش يتفابرك أو يعني يتعامل بطريقة معينة بحيث إن المحاكسة تتفابرك فحتى لو المحاكسة متفابركة فصوته بين قوي والفيديوهات بتاعته بين قوي فقصة إن هو الواتساب متفابرك دي قصة يعني مستحيل حد يصدقها إلا الناس السزج اللي دايما ماشيين وراء وحبين إن هم يقفلوا دماغهم أصلا وما يسمعوش للمنطق ولا العقل هم مصدقينه واصقين فيه بطريقة غريبة جدا هو شاطر جدا في التمثيل شاطر جدا في فن الإقناع وفن إن هو يخليك قاعد منتبه من أول ثانية في الفيديو الآخر ثانية زي ما ذكر هو قبل كده وقال إن أنا درست فن إقناع وبمعنى أصح يعني فن تمثيل هو عمل هاشتاج يعني المعيز أو الناس اللي بتتكلم أو الناس مثلا المؤيدة للدولة المصرية الناس عادي بتحب وطنها يعني الدولة المصرية بتحب مين مصري ما بيحبش مصر ولا أرضه بعيدا عن الحاكم دلوقتي مين ما بيحبش وطن؟ مين مصري ما بيحبش مصر؟ فهو أطلق عن الناس دي معيز الناس اللي تحب بلدها سماهم معيز فهمين قصدي؟ ولكن للأسف المعيز الحقيقيين هم اللي ماشيين مغيبين بيقولولو حاضر وأمين على كل الكلام اللي بيقولو وفي الوقت الحالي عمل الفيديو بتاعه غير مدرج يعني إيه غير مدرج؟ يعني ماينفعش حد يتفرج عليه إلا اللي يبعث له اللينك أو الصفحات الرسمية اللي واخده لينك بتاع الفيديو بتاعه ويعني فيه عدد ديسلايقات يعني إلى حدا ما كويس وفيه ناس فهم ما كويس أوي عبدالله الشريف ده على إيه؟ أنا مش بقولك تابع الإعلام المصري ولا تابع قناة مصري ميديا صحيح بمناسبة قناة مصري ميديا هي عبارة عن قناة إخبارية أنا طالع أتكلم بس كواحد مواطن مصري عادي بيحاول أنه يفكر أو يسعى للحقيقة فيعني حياته كلها فضيحة فعبدالله الشريف معروف عنه أنه بينشر الفكر الإرهابي وقد إيه يعني هو برر ليه عشماوي الإرهابي وإزاي انقلب على الجيش المصري فعبدالله الشريف بينشر أخبار كاذبة وينشر مواضيع كاذبة مفبركة بطريقة فن إقناع جيدة وتمثيل جيد جدا فالناس اللي لسه ماشية وراه بعد التسريبات بالفيديو وقد إيه الدقن الحلوة دي ملهاش أي لازمة مش أي حد عنده دقن وعنده سبيبت صلى خلاص نصدقه هو فين عقولنا أنا عايز أعرف فين عقولنا يا جماعة بعد إذنكم يعني حاولوا تتحققوا وما تسلموش دماغكم لأي حد يقولكم أي حاجة بس الصراحة رأيي في محمد أنديلي من قصف جبهته ويعني سكته وعبدالله الشريف لما جئي دافع عن نفسه وبين نفسه أنه كذاب أكتر فاهمين قصدي فتحية كبيرة لمحمد أنديلي اسكندراني الجدع وكان معكم إسلام إن شاء الله انتظروا الأخبار العجلة على مدار الساعة إن شاء الله لا تنسوش تشتركوا في القناة واتفعلوا زر الإشعارات عشان يجي لكم كل جديد إن شاء الله والأخبار العجلة على مدار اليوم كان معكم إسلام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته